اشتركوا في القناة اول اشي احنا حلقتنا بتتقسم لثلاث اقسم القسم الاول اللي هو هذا اللي احنا موجودين فيه اللي هو ثلثة الاول هاد موجود في كل الفيديوهات لكل الابراج لكل شيء لانه هاي مقدمة بتشمل كل شيء عشان ما ظلش اعيد في نفس الحكي في كل حلقة لكل برج فباخذ الجزء هاد بنجله انا بحطه في كل التوقعات اول شيء اللي احنا منحب نحكي اذا انت حب ما بدك تسمع الابراج الكواكب الموجودة والزوايا والتأثيرات والتنقلات ما تسمع على المقدم الاولى ولا المقدم الثاني روح على الثلث الاخير واسمع التوقعات الاسبوعية لحالها وتفي بالغرض بحاول انا يعني ادمج لك اياها بشكل مبسط هيك يعني وبشكل سلس وبحاول اجيب لك كل اشي العلاقة بتأثيرات الكواكب والزوايا احط لك اياها في التوقعات الاسبوعية فاروح على التوقعات الاسبوعية واسمعها اللي بحب يسمع معلومات عشان يتقف وعشان يفهم ايش كيف علم الفلك وكيف منشتغل وكيف التأثيرات او شو سبب التأثيرات اللي بتصير عليه طولة الفترة هاي بقدر يتابع اللي هو الجزء الثاني اللي احنا منحكي فيه عنه عن الكواكب وين موجودة في اي بيت لائلو كل بيت هذا ايش التأثيرات اللي بسويها عليه ان كان ايجابية او سلبية بالنسبة للتوقعات انا ما بجامل فيها يعني اللي بنتظر انه هو بدي يسمع اشياء ايجابية فقط لها غير وامدح له او رجي الدنيا البحر الطحيني واخليه يعيش انه يعني كل كنوز الارض وكل الارباح وكل العاطف وكل الدنيا طبعا هذا الاشي مش رح تجده عندي اذا برجك بحكي هذا الاشي رح احكي لك هي اذا بحكي عقص هذا الاشي رح احكي لك هي لانه انا بالنسبة للي لا بجاملك ولا رح اجاملك ولا مستعد اني انا اجاملك لاني انا بدي اعطيك اشي انت تستفيد منه يكوني حاكي الواقع تبعك او الوضع تبعك فعشان هيك اذا انت مش عاجبك عادي جدا اطفل فيديو واطلع منه مش اني يعني انا بتعالى عليك او انا بدي اسمعك حكي او يعني متجمل عليك لا على اساس انك انت ما تضيع وقتك وفي نفس اللحظة ما تنزل في الاخر يعني انه ما فهمت اشي وما عجبتك الموضوع او ما عجبتك الطريقة روح ابحث في قنوات في اشخاص ممكن بيوصلوا لك المعلومة احسن مني انا الاشخاص اللي متابعيني واللي بعرفوا الاسلوب بتاعي بعرفوا انه انا بالتوقعات اليومية انا بعطيك 12 توقع او 12 بيت بشرح لك كل الاوضاع الحياتية تبعتك طول اليوم وكل الاحتمالات اللي ممكن انت تئما تستفيد منها او انك تكسبها او تحتاط منها عشان برضو المسألة الاخيرة اللي هي الطالع اللي هي المسألة المشكلة الاساسية اللي كل واحد بيجي بيسأل بيقول لي انت بتحكي عن البرج ولا عن الطالع شو الفرق بين البرج والطالع لما انا بحكي توقعات هي هي اذا بدي احكي عن البرج بدي احكي توقعات ولما بدي احكي اذا انت طالعك مثلا لنفترض جدي وطالعك لنفترض انه جوزة مثلا واجيت انا بدي احكي بدي احكي برج الجدي وبيدي احكي الجوزة فانا هيك حكيت البرج وحكيت البرج ولكن انت بالنسبة للك البرج الثاني هذا صار طالعك فعشان هيك بتروح بتسمعه اذا انت حابب تسمعه الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لأنه استخراج الطالع يعني أنا في عندي مهام مش سهل أني أنا أقعد أستخرج الطالع لكل واحد في أشخاص على القناة يعني أعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع أنا عشان أسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف أنا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات إذا أنت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تأخذ لأقرب منزل إلى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر أنت تسمعها وتتأكد أنه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية أول إشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج الدلو طبعا بالنسبة للحركة الفلكية خلال فترة هاي أهم تأثيراتها كانت هي الفترة الماضية كانت الشمس وعطارد الموجودة في البيت السادس لإلك اللي أثرت عليك بشكل سلبي على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة وجابت بعض المشاكل اللي بتتعلق في الأمرين اللي إحنا ذكرناهم أطورت مسائل خلافية ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وأحدثت نوع من أنواع الإرباك والقلق على المستويين العمل والصحة طبعا الآن يوم الأربعاء رح ينتقل الشمس وتصير مقابلك مباشرة فهاي بتعزز الأمور اللي إلها علاقة ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية أو حلول لبعض المسائل ممكن أنه شوي تدعمك على مستوى الشراكي بشكل قوي ولكن برضو مقابلك لما تكون الشمس شوي بتضعف من طاقتك فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد من التطورات الصحية السلبية طبعا عطارد أنهى عملية التراجع هو موجود في البيت السادس يعني لا بعد الأسبوع هاد فعشان هيك بتتحسن بعض الأمور أو قدراتك على تحليل بعض الأمور العملية ممكن تحقق نجاحات عالية جدا ممكن تنشط ببعض الأمور العملية بشكل قوي ممكن تجد مخارج أو حلول لأشياء إلها علاقة بالعمل بالفترة هاي بتكون لصالحك أما بالنسبة للزهرة اللي في البيت الخامس فهي بتدعمك وبتعطيك نوع من أنواع الحضوض لإيجاد مخارج لبعض الورطات اللي كان ممكن أنك تورط فيها بالفترة الماضية فكانت زي الملاك الحارس اللي بتساعدك في كثير من الأمور ودعمت من علاقاتك العاطفية والتقارب ما بينك وبين الحبيب وبرضو ما بينك وبين الأحبة اللي هم الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للمريخ اللي موجود في البيت الثالث فهو يعني حط عليك نوع من أنواع الإطار على مستوى العصبية على مستوى الاندفاع والتهور والتقلب بالمزاج السريع فهذا المريخ شوي بعطيك عصبية وحدية بالطباع حاول أنك تسيطر عليها وحاول أنك ما تندفع وما تتهور أما بالنسبة للجدي اللي هو بيت متاعبك فطبعا عندك ثلاث كواكب أنت المشتري وبلوتو وزحل الثلاث بيتراجعوا هذول سببوا لك نوع من أنواع القلق برضو على مستوى العمل وبرضو تقلبات على المستوى الصحي وبرضو اكتشفت أشخاص كانوا يكيدوا لك بالفترة الماضية أو يتأمروا عليك يعني كانت الفترة فيها نوع من أنواع الضغوط السلبي أما بالنسبة لنبتون في البيت الثاني فهو بيحدث بعض المشاكل أو المخاوف على المستوى المالي أو تقلبات على المستوى المالي إحداث مصاريف زيادة أو وهم أو خوف أو شك أو حسابات كثيرة بتكون وفي منك غامر ببعض المسائل المالية ووجد أن الفترة هاي لا تصلح للمغامرات أما بالنسبة لأورانوس اللي في البيت الرابع فهو ركز على مشاكل إلها علاقة في البيت وأفراد العائلة وأمور إلها علاقة بمعض الأعطاء أو الأعطال المفاجئة اللي إلها علاقة بالمنزل أو بالعقارات فعشان هيك أورانوس دائما بيجي بشغلات مفاجئة يا إيجابية يا سلبية والبالفترة هاي لأنه شكل بعض الزوايا السلبية فهو كل الخلافات العائلية أو البيتية أو العقارية كان سببها الزوايا السلبية خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوع ونشوف القمر إيش الإيجابيات والسلبيات اللي رح يركز عليها خلال هذا الأسبوع طبعا من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر موجود بالجوزة فعشان هيك ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لك هاي الفترة لقاءات طارئة مع الإخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان فبيتراكم العمل لديكم حاول إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل أو مع رئيسكم بالعمل حاذر من تراجع صحي بالفترة هاي غير الأولويات إذا دعت الحاجة ما تعاند وباكر للعمل تفادي إلى أي تأخير في الأعمل من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعة على الخميس القمر بصير موجود بالأسد مقابلكم يعني القمر مباشرة فبترغبوا في تدعيم شراكاتكم الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر حاذر الخلافات وما تضخم الأمور تبدو في الفترة هاي مرها في الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر إثارة العدائية والبلبلة مزاجك بالفترة هاي متقلب وعصبي وممكن تثير النفور للأشخاص اللي حواليك من ليل يوم الأربعة من منتصف ليل الأربعة على الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود بالعذراء فعشانيك بالفترة هاي بتكون تتفحصوا حساب مالي مشترك أو تتفحصوا حساب مالي مشترك أهم الشيء تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وما تهم الملف ولا قضية بالفترة هاي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة ichi giorni